الافتخار بالانجيل لاني لست استحى بانجيل المسيح لانه قوة الله امين للخلاص لكل من يؤمن رح اسألك عن هذا التعبير بس انا لفت انتباهي لانه مرات السجع بلفت انتباهي سريعا السيس جورج هذا الانجيل لا يتطور ولا يتغير ولا يتبدل او يتعدل لا يتبدل ولا يتعدل لا حاجة له لأي تكميل او تبديل او تغيير شو اصدت انه لا يتطور ولا يتغير لما نقول حق اي ان حق الله يعلى ولا يعلى عليه لان كلام الرب هو رب الكلام امين فعندما يتكلم الله الازل الابدي السرمدي كلامه هو هو لا يتغير السبب انه الكلام فيه الكمال وفيه الجمال ايضا فكلمة الله مثبتة بقول في السماوات الى دور فدور بمعنى الانجيل لم يعطى لعصر معين او حقبة تاريخية السيس زار معينة لكن الانجيل اعطيه لكل عصر ومصر في كل الاوقات وكل التاريخ بشان هيك الانجيل لا يتعدل وما بيتغير هو كلمة الله يضحب لانه البعض بقولك انه هذا يعني انجيل قديم كان للناس اللي من الفين سنة بس ما زالت قوته حتى هاي اللحظة يا لا لا هيدا كلام البشر كلام البشر نحنا منحترم شو بيقوله الناس لكن ما منسلم شو بيقوله الناس نعم فنحنا ما منجرب بالانجيل نشرح الله لان الله هو ابعد بكثير عن تفكير المحدود الله حق مطلق مش نسبة مشان هيك الله كامل في ذاته والله لما اعطى كلمته على الارض هيدا الكلمة مفعيلة في حياة البشر عجائبية يعني انا بتذكر لما انطلبت الرب كنت في عمر 18 سنة قلت له يا رب انت بالانجيل اسمك مخلص وتدعو اسمه يسوع للعضراء المباركي لانه يخلص شعبه منخطيه قلت له اذا انت كنت بتخلص حسب كلامك خلصني نعم كان عمر 18 سنة وشو اللي صار معاك والرب مد ايده عزبالي وشال انسان مثلي وغير حياتي من وإلى صدقني اسيس نزار اقول الصدق في المسيح والله شاهد عضميري بقيت ثلاثة شهر وقف قدام المري قول هيدا جورج مش ما حقول